اشتركوا في القناة 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 اهو يبقى كده معنا نشا اه رز مطحون لبان دكر و اه الكربونات اه دلوقتي انت بتعملي ايه بتاخدي معلقة كبيرة من النشا على معلقة كبيرة من الرز المطحون على معلقة صغيرة من الكربونات تمام وبتحط عليهم اللبان الدكر بعد ما بتقلي به انا عايزة احنا لما نحط اللبان الدكر ننقي كمان الحبيبات بتاعته دي لانها برضو هتساعد في التأشير يعني مش لازم تبوش خالص بصوا الحبيبات دي بمجرد ما بنحطها في الدلكة بتساعد كمان في التأشير غيلة جدا بصوا يعني انا لما فرتكتها بصوا مبيضة في ايدي ازاي ما بالك بقى دي على الجسم بتكون عاملة ازاي شايفين فاحنا مش بس عايزين المية بتاعت اللبان الدكر اللي تلع منها اللباش فيها اللبان لا احنا عايزين الحبيبات فاحنا مش هناخد من المية دي كلها غير حاجة بسيطة خالص علشان ما نغلقش الدنيا متبقاش عبارة عن مية وانتي بعد يعني قبل الشاور بتشتفي بس جسمك وتحطي على جسمك الدلكة دي بعد ما حطينا المكونات على بعض زي ما قلتلكم المية مش كتير علشان الدلكة ما تبصش منك بصوا اهي علشان ما تفكش خالص وتبقى سايبة كده زي المية نحط حاجة بسيطة من المية اللبان الدكر لكن نحط بقدينا كده زي ما قلتلكم نفتت خالص الحبيبات بتاعة اللبان الدكر اواريكم بقى على ايدي الطريقة زي ما قلت بتشتفي جسمك وبتحطيه وتبضلي بقى بايدك حركات دقرية على كل جسمك شايفين كل جسمك في كل منطقة في جسمك وبالذات المنطقة اللي فيها مشاكل اللي مدايقاكي اللي حاسة اني فيها غمقان اللي حاسة انها محتاجة تتأشير محتاجة تفتيح الطريقة دي روعة روعة وهيلة وبتفتح ومش من اول استخدام برضو يا جامعة عشان محدش استخدمها مرة واحدة يقول ايدي انا ما شفتش نتيجة انا ما عملتش حاجة لا الحاجات دي تمحتاجة يعني والعلى قال مرة في الاسبوع مرة كل عشر تيام علشان تعمل نتيجة وهي فعلا روعة وزي ما قلتلكم ومش بس للجسم هي كمان للوش انا بعملها على وشي ونتيجها هيلة وجميلة جدا جدا وان شاء الله هتعجبكم ولو اعجبكم الفيديو ياريت تشيروا لحبايبكم ورصحابكم او القريبكم وما تنسوش تدوسوا اللايك يلا باي باي اشتركوا في القناة